هتفضل زي ما هي ده لسه كلها توقعات ولكن التشكيل الرئيسي اول ما هينزل اول ما هينزل اول ما هينزل هنقولو لحضراتكم يمكن النس Gabe Hill fucking here من قناة النادي الاهلي وبالتالي اول ما هينزل التشكيل الرسمي لنادي الاهلي هنبقى مع حضراتكم ونجيبوه لحضراتكم على طول النهاردة هنكون ان شاء الله معايا ثلاثة من النجوم الكبار في الجزء الاخير الساعة اللي قبل ما قبل المباراة النجم الكبير الكابتن فتحي نصير أيضاً النجم الكبير الكابتن فسام حسني والدكتور أحمد سابت النهاردة الثلاثي حيكونوا معايا إن شاء الله ونتكلم عن هذه المباراة وكيفية التحضير لهذه المباراة وكيف يلعب النادي الأهلي في هذه المباراة خلينا بقى نروح نشوف الجرافيك اللي عندنا النهاردة أو عندنا معلومات كثيرة جداً تخص هذه المباراة خلينا نبدأ النهاردة مباراة اليوم 24 فبراير 2019 الجونة سيلاقي النادي الأهلي في الأسبوع الـ 24 نتائج مباراة الأسبوع الـ 24 كانت أول مباراة ومن جمعة 22 فبراير حرص الحدود بيتعادل سلبياً مع مصر المقصة بسلبياً 0-0 أما بقية المباراة إن شاء الله النهاردة 24 فبراير الجونة سيلاقي الأهلي في بداية الأسبوع الـ 24 بعد مباراة مصر المقصة وحرص الحدود أيضاً بيرامدز النهاردة الساعة 7 سيلاقي المقاولون العرب في تمام الساعة السابعة أما غداً إن شاء الله 25 فبراير الدخلية سيواجه بيتروجيت في تمام الساعة الثالثة والنصف يوم الثلاثة إن شاء الله الإسماعيني سيواجه طلاقع الجيش ساعة ثلاثة والمصري سيواجه أمبي ساعة خمسة ونصف ووادي دجلة سيواجه النجوم ساعة تمانية ليلاً الثلاثة وعشرين فبراير أما الأربع يوم 6 مارس دي مباراة مؤجلة حتى يوم 6 مارس و3 إبريل الأربع 6 مارس الإنتاج الحربي سيلاقي الاتحاد السكندري في تمام الساعة السابعة وهي مباراة مؤجلة أيضاً الأربع 3 إبريل الزمالك سيواجه سموحة في الأسبوع الـ 24 في تمام أيضاً الساعة السابعة طيب جدول ترتيب فرق الدوري العامة قبل مباراة اليوم الزمالك في المركز الأول بـ 52 نقطة من 21 مباراة براملز في المركز الثاني لعب 23 مباراة وعنده 45 نقطة النادي الأهلي في المركز الثالث من 20 مباراة عنده 45 نقطة أما مصر المقصة في المركز الرابع لعب 24 مباراة وعنده 35 نقطة والمقاولون العرب اللي عنده مباراة النهاردة إن شاء الله مع نادي بيرامدز لعب 23 مباراة وعنده 34 نقطة المصري البورسعيدي في المركز السادس من 22 مباراة وعنده 32 نقطة الانتاج الحربي في المركز السابع بعد هزمته الأخيرة من بيتولوجيت من 23 مباراة عنده 31 نقطة أما الإسماعيلي في المركز الثاني ويعود مجددا لشكله وإن شاء الله يواصل هذه الصحوة النادي الإسماعيلي كلنا بنحب النادي الإسماعيلي لعب 19 مباراة وعنده 27 نقطة طلع الجيش في المركز التاسع وتعادل أخير مع نادي الزمالك بهدفين لكل فريق أعتقد أنه سيدي له دفع معنوية كبيرة جدا بلعب 23 مباراة ويملك من النقاط 26 نقطة أما حرس الحدود وتعادل مرضي الحقيقة مع مصر المقصة في مباراته الأخيرة من 23 مباراة عنده 26 نقطة أما الجونة اللي برضه النهاردة سيلاقي النادي الآلي في مباراة صعب جدا على الطرفين في المركز 11 لعب 22 مباراة وعنده 26 نقطة سموحة بعد تغيير الجهاز الفني وحسام حسن كابتن حسام حسن وكابتن إبراهيم حسن أصبح كابتن حسام مديرا فنان وكابتن إبراهيم مديرا للكرة في نادي سموحة لعب 23 مباراة وعنده 25 نقطة الاتحاد السكنداري وانشغاله بالبطولة العربية وخسارته الأخيرة أمام الهلال السعودي في البطولة العربية 3-0 هل ستؤثر عليه سلبا ولا لا دا اللي حنشوفه في المركز 13 من 22 مباراة عنده 24 نقطة الدخلية في المركز 14 من لعب 28 مباراة أو 23 مباراة أنا آسف ويملك من النقاط 22 نقطة بيتروجيت في المركز 15 بعدما كان في المركز الأخير وفوزو الأخير على الإنتاج الحربي يصعد بثلاث ملاكز من 23 مباراة عنده 22 نقطة أمبي في المركز 16 من 22 مباراة عنده 21 نقطة النجوم في المركز 17 وخسارته الأخيرة من النادي المصري في لعب 23 مباراة وعنده 21 نقطة أما وادي دجلة في المركز الأخير من 23 مباراة يملك من النقاط 20 نقطة ما نشوف بقى وادي دجلة والفلق دي كلها هتقدر تستطيع أن هي تعود إلى مكانتها الأولى ولا هتروح بقى وتنزل في الدرجة الثانية قائمة هدفين موسم 2018-2019 أحمد علي كامل يتربى على عرش قائمة الهدفين بعد إحرازه هدفين في مباراةه الأخيرة وفي المركز الأول ب12 نقطة ومحمود علاء ما زال في المركز الأول أيضا مناصفة مع أحمد علي كامل لعب نادي المأولين أحمود علاء لعب نادي الزمالك يملك من الأهداف 12 هدف حسام باولو لسه زي ما هو عنده 10 نقاط في المركز الثالث لعب نادي الداخلية وكهرباء لعب نادي الزمالك عنده 10 أهداف وشملس بيكلي برضو زي ما هو 9 أهداف من مصر المقصة صلاح أمين أصبح 9 أهداف بعدما كان 7 وأحرز هدفين في مباراةه الأخيرة يوسف إبراهيم أوباما لعب نادي الزمالك عنده 8 أهداف وجون أنتوي لعب مصر المقصة عنده 7 أهداف وإبراهيمة نداي لعب نادي وادي دجل عنده 7 أهداف وماركوس دا سيلفا كينو لعب نادي بيرامدز يملك من الأهداف 7 أهداف طيب حكم مباراة اليوم كابتن جهاد جريشا حكما للنادي الأهلي والجونة وحكم مساعد سامير جمال وممدوح مصطفى وحكم رابع محمود وفا حكم خامس طرق سامي ومحمود ناجدة تقم التحكيم لمباراة اليوم نادي الجونة سيلاقي فيها النادي الأهلي طيب قائمة النادي الأهلي شريف إكرامي علي لطفي مصطفى شبير لأول مرة في قائمة النادي الأهلي في الدوري العام المصري وخط الدفاع محمد هاني وياسر إبراهيم أيمن أشرف ساعد سامير علي معلول رامي ربيعة أما خط الوسط عمر السلية وهشان محمد وحمدي فتحي وناصر مهر وكريم ندفيد ورمضان صبحي وحسين الشحات أحمد الشيخ جيرالدو أما خط الهجوم جونيور أجاهي ومروان محسن المدير الفني مارتن لسارتي تاريخ مباريات الأهلي والجونة في بطولة الدوري لعبه 12 مباراة في النادي الأهلي فاس في 7 تعادل في 4 هزم في مباراة وحيدة فقط لو 16 هدف عليه 6 أهدف أكبر فوز لنادي الأهلي على الجونة 4-1 مرة 1-2-0 مرتين الفوز الوحيد للجونة على الأهلي كان بنتيجة 1-0 أما هدفه النادي الأهلي والجونة في مباراة اليوم عماد متعب كالعادة المتعب عماد متعب 3 أهداف سيد حمدي هدفين شهاب الدين أحمد هدف وحيد تم اللاعبين من الأهلي لكل منهم هدف أيضا الجونة 6 لعبين من الجونة لكل منهم هدف وحيد أول وآخر مباراة بين الأهلي والجونة في بطولة الدوري أول مباراة ما بين الفريقين كانت يوم 16 ديسمبر 2009 انتهت بفوز النادي الأهلي بهدف مقابل شيء أما آخر مباراة كانت 5 ديسمبر 2018 وانتهت أيضا بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد أول أهداف النادي الأهلي فرانسيس دو وآخر هدف أحرزه لاعب أحمد علي هدف عكسي في مرمى أحرز أول أهداف للجونة شريف أشرف وآخر أهداف محمد نادي موقف الفريقين الأهلي في المركز الثالث من 28 مباراة يملك من النقاط 45 نقطة الجونة في المركز 11 من 22 مباراة يملك 26 نقطة هدف النادي الأهلي مرون محصن أربع أهداف ويعود بعد إصابة طويلة لتاني مباراة على التوالي يعود في قائمة الفريق هدف الجونة النهاردة إسلام رجدي برصيد ستة أهداف كالعادة دايما بنبدأ مع حضراتكم وريكم ما هي توقيطات إحراز الأهداف بالنسبة للنادي الأهلي عدد الأهداف اللي سجلها النادي الأهلي من الديئة واحد للديئة 15 تلت أهداف من الديئة 16 للديئة 36 من الدقيقة 31 للديئة 45 خمسة من الديئة 46 للديئة 65 أهداف من الديئة 61 للديئة 75 ست أهداف والدقائق الأخيرة المحببة للنادي الأهلي والجمهوره في الديئة 76 وحتى الديئة 90 نادي الأهلي بيحرز سبع أهداف كأعلى نسبة تهديفية للنادي الأهلي في التوقيت الأخير أما توقيتات دخول أهداف بقى في النادي الأهلي 14 هدف دخلوا في مرمى النادي الأهلي هدف في أول ربع ساعة هدف في تاني ربع ساعة هدف في تالت ربع ساعة في الشوت الأول وهدف أو خمس أهداف في أول ربع ساعة في الشوت التاني وهدف وحيد في تاني ربع ساعة من الدقيقة 61 للديئة 75 أما آخر الأهداف أو آخر التوقيت من دقيقة 76 للديئة 90 خمس أهداف بيخشوا دايما في النادي الأهلي وهي برضو من النسب العالية جدا في النادي الأهلي أما الجونة توقيت أحراز الأهداف أو الجونة لأهدافه في أول ربع ساعة الجونة أحرز أربع أهداف في تاني ربع ساعة خمس أهداف ثالث ربع ساعة ست أهداف بعدين أول ربع ساعة في الشوت التاني ست أهداف وثاني ربع ساعة في الشوت التاني ثلاث أهداف آخر ربع ساعة بيحرز هدفين إذن التوقيت الأفضل بالنسبة لأحراز الأهداف بالنسبة لفريق الجونة هو آخر ربع ساعة في الشوط الأول وأول ربع ساعة في الشوط الثاني أما توقيتات دخول الأهداف في مرمى الجونة 34 هدف حتى الآن دخلوا في مرمى الجونة أول ربع ساعة هدفين ثاني ربع ساعة خمس أهداف ثالث ربع ساعة في الشوط الأول خمس أهداف ومن دقيقة 40 للدقيقة 60 أو للدقيقة 65 ستين هنقازف خمس أهداف والربع ساعة التانية في الشوت التاني ستة أهداف وتخيلوا حضراتكم أن آخر ربع ساعة في المباراة نادي الجونة تم تسجيل 11 هدف في نادي الجونة وبالتالي الربع ساعة الأخيرة عند فريق الجونة بتبقى فيها صعوبة جدا في الناحية الدفاعية خلا نروح بقى نشوف الصحف وقالت إيه في